أهلا ومرحبا بكم أحبتي اليوم بإذن الله سوف نتعرف على المكون الرابع من مكونات الدرس الثاني نظافة البحار وسيكون تحت بند أستخدم وهي الاستثناء والتعجب بإذن الله الاستثناء والتعجب سبق وأن درسناها في الفصل الدراس الأول وبإذن الله سوف تكون هذه الدروس في خلال هذه الأيام عبارة عن مراجعات ما تم دراسته فيما سبق نفتح الكتاب صفحة 177 أستخدم واحد أصل كل كلمة من المجموعة ألف بما يناسبها من المجموعة ألف المجموعة ألف لا يصل ضوء الشمس إلى أعماق البحر لا يصل ضوء الشمس إلى أعماق البحر لعلك تسافر في البحر أياما وتسعد بمنظره هل ركبت البحر يوما؟ البحر أقل التسعة من المحيط ما أقبح هذا المنظر يا أبي الباء هل هذه الأساليب التي وردت في ألف أختار لها الأسلوب المناسبة ليتعجب أم استفهام أم ترجي أم نفي أم تفضيل كل هذا قد درسناها في الأيام أو الدروس الماضية الآن نأتي إلى رقم واحد لا يصل ضوء الشمس إلى أعماق البحر هل هي أسلوب تعجب؟ هل أنا تعجبت؟ هل هناك تعجب؟ أم هي استفهام؟ هل يوجد أداة استفهام في الجملة؟ هل؟ ماذا؟ كيف؟ متى؟ لا هل يوجد ترجي؟ لعله؟ إذا ليست ترجي هل هي نفي؟ أقول لا يصل ضوء الشمس إلى أعماق البحر أحسنتم فإذا هي نفي فأنا أنفي وصول الضوء إلى أعماق البحر لعلك تسافر في البحر أياما وتسعد بمنظره هل هي أسلوب تعجب؟ أم استفهام؟ أم ترجي؟ أم نفي أم تفضيل؟ لعلك لعلك قلنا لعلك أداة ماذا؟ لعلك أحسنتم أداة ترجي فإذا هو الأسلوب ترجي الآن ثلاثة هل ركبت البحر يوما؟ هنا أسأله تنهي أسلوب استفهام أحسنتم البحر أقل اتساعا من المحيط البحر أقل اتساعا من المحيط ما هي أسلوب ماذا؟ أحسنتم أسلوب تفضيل أنا أفاضل وأقارن بين المحيط والبحر الآن الأخيرة ما أقبح هذا المنظر يا أبي؟ بقية نعم أسلوب تعجب أنا أتعجب من قبح المنظر والتساخ الشاطن ننتقل إلى المكون الثاني هذه الإجابات أصلها اثنان أستخدم أداتي الاستثناء إلا وغيره في جملتين من إنشائي قبل أن نحل أو أطلب منكم الحل نشرح مع بعض أو نعيد شرح أسلوب الاستثناء الاستثناء بإلا وغيره هو أسلوب ماذا؟ أسلوب لغوي تمثله جملة الاستثناء وهي تتكون من ثلاث أشياء المستثناء منه وأدات الاستثناء والمستثناء إذا عند ثلاث مستثناء منه وأدات الاستثناء والمستثناء بالترتيب كما وردت في الجمل الآن ما هو الاستثناء؟ الاستثناء أشوي عملية الطرح عندي هنا الكل ثم أستثني منه أو أنقص أو أطرح أو أخرج منه الجزء فهنا الاستثناء إخراج الجزء من الحكم مثلا كيف أقول حضر الطلاب إلا طالبا هنا الحكم ما هو حضور الطلاب أن جميع الطلاب حضروا إلا أنا هنا أستخرج وأستثني طالبا واحدا من الحضور فإذا هذا هو الاستثناء هو إخراج الجزء من حكم الكل والأدوات هي إلا وغيرة التي سنترف عليها إلا وغيرة مثال حضر الطلاب إلا خالدا هنا الطلاب هي الكل كل الطلاب الأداء كانت إلا والمستثناء خالدا الطلاب المستثناء منه الأداء إلا خالد المستثناء ولاحظوا قلت لكم بعد إلا الاسم الذي بعدها دائما يكون منصوب وعلى نصف الفتحة إلا خالدا إلا طالبا وهكذا واضح؟ الآن سوف ننتقل إلى الأداء الثانية غيرة حضر الطلاب غير خالد المستثناء منه هو الطلاب هو الكل استثنيت أو استخرجت أو طرحت أو نقصت بالأداء غيرة من استثنيت أحسنتم إلا خالدين ولكن هنا نلاحظ أن الاسم الذي بعده غيره يأتي مجرور أي عليه كسرة مجرور بينما البعد إلا يأتي منصوب اتضع الآن نضعها في جمع المفيدة قرأت الكتب إلا كتابا ولاحظوا وضعت فتحة تفتحت الأزهار غيره زهرة ووضعت كسرة إلا اسلوب الاستثناء هو استخراج أو استثناء أو إخراج اسم من حكم وقع على الكل ننتقل الآن إلى التعجب وقد تم دراسته في الفصل الدراسي الأول أستخدم أسلوب التعجب قلنا أسلوب التعجب ما هو؟ هو أن يعبر المرء عن إعجابه وتعجبه واستغرابه بصفة شيء ما وصيغته ما أفعل ما أفعل أو وزنه ما أفعل لابد أن تكون ماء موجودة ثم أحول الصفة على وزن أفعل مثلا الصفة جميل هنا كيف أستخدمها كيف أحولها إلى اسلوب تعجب ما أجمل هنا الصفة صغيرة كيف أحولها إلى اسلوب تعجب ما أصغر وهكذا واضح؟ إذن سنحل سأل أين وأين هنا الصفة الشاطئ ونظيف نظيف أحسنتم نظيف هي الصفة كيف سأتعجب منها أقول ما أنظف الشاطئ ما أنظف الشاطئ إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا هذا اليوم أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء